نروح بقى كابتن الفيديوهات طبعاً الفيديو الكريسي طبعاً المنظر اللي احنا ما بنحبوش طبعاً نشوفه في ملعبنا المصرية طبعاً مباراة الوسطى ولافينة طبعاً في الدرجة التالتة الدرجة التالتة؟ الدرجة التالتة طبعاً يعني حكمنا هو حكم يعتبر حكم دور ممتاز بالزبط كده حكم درجة تالتة طبعاً والمباراة الاخر ديه كتل نتيجة 4-3 للوسطى يعني والمباراة بتقوم في لافينة فالحكم محمود دوسوي حسب زي ما تشاف كده ضرب الجزاء وانا من وجهة نظر شايفة صحيح جدا يعني يعني هو قدام الكورة حتى ضرب الجزاء عايزة تحركت شوف المنظر المأساوي بقى مدرب حراس المارمى طبعا نزل لكابتن محمود دوسوي زي ما حركت شوف كده منظر اهو بص يا كابتن ينهرب يد بص ينهرب يد بص ده منظر ما نحبش نشوف ملاعبنا المصرية خلي الكابتن محمود دوسوي أخطأ يعني ده لا يجوز وإحنا من نرضاش بيه كمان يا كابتن يعني ده حاكم ده بتاع النادي ايه الوسطى نادي الوسطى نادي الوسطى في المينيا في السعيد ده المدرب حراس المارمى مدرب حراس المارمى والنهار ده هقول لك القرارات بتاعة لجنة المسابقات طبعا القرارات محترمة وقرارات راضعة وهو على فكرة الراجل ده بالليلة اقدم له اعتذره قال انا ابطل خلاص التدريب وعتزل التدريب وحاول يتأسف للكابتن محمود دوسوي لكن طبعا المنظر عصابه بوضع عصابه بوضع كابتن ما ينفعش الراجل ده عنده زوجة وعنده ولاد ما يشوفه والدهم كده في منظر ما أساوي زي دوت ده لا يجوز سيقورة ضرب الجزاء ضرب الجزاء شكل العام بالضغط ضرب الجزاء هم بيعترضوا هتوالي تاني عيدوا بيقول لك الجوني الاولاني اوفصيد والجوني التاني مثلا ضرب الجزاء بس هي مش ضرب يعني هو زق زقه بعد كان نزله يا كابتن زقه قابس يعني والزقه حتى ما ينفعش نحط إي ده على حكم يا كابتن أنا افتقرت ضرب ضرب يعني واحد بيجري وبتاع هي خلاص ضرب الجزاء يعني تمام وراجل حاسب ضرب الجزاء سليمة بس هما طبعا كان في الثواني الأخير هما كذبانين في الدقاءة 91 والأثنين 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 في أربعة ثلاثة للوسط بص يا كابتن أيها زقه بعد كده بص نزله يا كابتن بص ده ما ينفعش ده منظر ما ينفعش نشوف ملعبنا خالص يعني طبعا صدم على فترة بالزبط يعني هو الراجل أسل محمود وصيب يبصوا يقول له فيه يعني يعني عايزوا له فيه إيه اللي بيحصل ده يعني المنظر مش طبيعي يعني طبعا لجنة المسابات النهاردة طلعت قرارات مباراة الوسطة واللافينا احتساب النتيجة لصرح لافينا بهدفين مقابل لشيء وذلك طبعا الحكم كان لغا المباراة طبعا بعد الأحداث اللي شفناها يعني ده غزاء ما تلعبتش لا خلاص بقى إيقاف مدرب حراس الوسطة 8 أشهر وغرامة مالية 10 ألف جنيه طبعا حولوا وصل الاتحاد المصري بشط بالمدرب حراس المرمى إيقاف المدير الفني والمدرب عام المدرب المساعد للوسطة 8 مباراة وغرامة 5 ألف جنيه غرامة مالية على الوسطة 5 ألف جنيه بس أنا برضو حك وقال يعني إما الراجل مدرب حراس المرمى طبعا بالليل تلع تأسف للراجل لما ببادر منه وأعلن على صفحته الشخصية اللي هو اعتزل تدريب حراس المرمى للأبد ما عادش هيشتغل في الميناء دي تاني لأنه هو حس بالغلط اللي هو عامله قدام الناس كلها ودي طبعا حاجة كويسة برضو تحساب له يعني هو ساعة الواحد السبات الانفعالي بيروح منه فبيعمل خطأ كارسي بيندم عليه بعد دي بالزبط كوديلة طبعا أنا من وجهة نظري أعترفه بالخطأ ده شيء إجابي ليه وطبعا أنا بشكره عليه يعني تمام